نيلي مظلوم المشهورة بلا تانية اتجوزت رئيس وزراء مصر وهزت عرش تحية كاريوكا اتولدت نيلي كاسرين مظلوم بالاسكندرية سنة 1929 لأب إيطالي وأم يونانية وكمان حصلت على لسانس الأداب وعنت في صغرها من مرض شلال الأطفال وعليجها طبيب يوناني مشهور وزوجته راقصة البليء اللي تبنتها فنيا بعد شفاقها تماما في عمر خمس سنوات وقدرت تنافس تحية كاريوكا وساميا جمال في الرأس الإيقاعي وأصبحت الراقصة الأعلى أجرا في مصر وصممت عدد كبير جدا من رأسات دار الأوبرا وكان فيلم التلميذة هو آخر أعمالها الفنية وكان عمرها في الوقت ده 32 سنة وبعدها قررت الهجرة لليونان ما تنساش تقمي اللايك وسبسكرايب لقنا عشان يوصلك كل جديد